وبالتالي بتحاول تاخد المساحة اللي موجودة بالنسبة لها كلها من أول بدايتها واندماجها بالفضاء الخارجي لحد من سطح البحر أو سطح الأرض لحد ما تلاقي حاجة تمنعها يبقى أي غاز بيمشي بحيث أن هو ياخد الحيز المتاح لبتعامل مع كتلة الغازات على أنها ضعيفة جداً أو معدومة كأن ما لهاش كتلة لأن حجم جزيئتها بيكون صغير جداً جداً والمسافة ما بينهم بيكون كبيرة جداً 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 طيب بما أن إحنا هنا لاحظنا أن سلوك الغاز مختلف عن الحالة الصلبة والحالة السائلة فأكيد لما أجي أطبق قوانين على الغازات مش هطبق مثلاً عليه قوانين السرعة والكسافة واللي إحنا منطبقه على الحالة الصلبة والسائلة أمال أنا هنا بتعمل إزاي حتى لو طبقت الكسافة هيكون بنفس نظرية الغازات بنفس سلوك الغازات فعشان نفهم حركة الغازات وإزاي بقدر أتعامل معها علمياً بدرس نظرية اسمها نظرية الحركة الجزيئية نظرية اسمها إيه؟ نظرية الحركة الجزيئية بتتعامل عندي على الغازات دي فتعالي نبدأ أول حاجة بدغط الغاز عشان أوصل للنظرية نفسها لازم أتعامل كده مع كذا مفهوم مفهوم واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا أجمع المفاهيم دي مع بعضها جوة نظرية جوة شوية قوانين والقوانين يدي لنظرية النظرية دي بطبقها على الغازات اللي موجودة على سطح الآن أول حاجة ضغط الغاز هو الغاز بيقبل قابل للضغط؟ أه يا كده يوسف؟ نعم سألا الغازات بتقبل الضغط ولا لأ؟ لا لا إزاي؟ أمال إحنا مثلا الغازات الحقيقة مثلا أو الغاز المسال أو أي إن كان الغاز اللي موجود زي مثلا المبيدات الحشرية مثلا ليه الأيوزولات تبقى عبارة عن غازات مضغوطة صح؟ صح تمام طيب عشان أقدر أضغط غاز بحتاج إيه؟ لو عندي كمية من الغازات وطلبت منك أن أنت تضغطها بتعمل إيه؟ هقول لك على حاجة عشان تفهمها بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ يعني أدمجها مع الهواء كذا لأ إنت عايز أصلا يعني إيه بضغط؟ بضغط يعني بخلي نفس الجزيئات اللي كانت موجودة عندي موجودة في مساح أقل يعني بدلا مثلا ما الغاز ده كان موجود في أمبوب ساعة ولياكن ثلاثة لتر فأنا بضغطه أنه يدخل في أمبوب واحد لتر يعني كنية قللة بديله مساح أقل لكن هو هو كمية الغاز تمام؟ عايف يعني إيه بضغطه؟ يعني بدلا المسافة بتكون ما بين الجزيئات ما بين ألف وباق هنا؟ تمام؟ لا ده أنا عبي خلي المسافة ما بين ألف وباق كده حتى الصغير دي فاهم يعني إيه بضغط الغاز؟ هيا لكن نفس المساحة ما تتغير بس أغير لا بغير مساحة تتغير بس الحجم تصدير حجمه سابت حجمه إيه؟ سابت أنا بتعامل هنا مع حجم الغاز على إنه سابت بصوا معي دلوقتي أنا لو عايز أضغط أي مادة معينة فبأصهر عليها بقوة مفيش مادة بتضغط لوحدها لازم أن أصهر عليها بقوة وبأصهر على الكوة دي فين؟ في مساحة معينة في حيز معين عشان هو ده موضع الغاز فأنا هنا لما بعرف الغاز بقول هو القوة المؤسرة على وحدة المساحة قوة ومساحة أما بعرف الغاز بقول هو إيه؟ قوة مؤسرة على وحدة المساحة عشان كده من التعايب بطلع العلاقة يا دي بتاعته من الضغط بي بيساوي القوة فرص F على المساحة أية بيبقى البي بتساوي F على A ده أول قانون تمام؟ تمام تمام يعني لو أنا طلبت منك تحسب للضغط إذا كانت القوة اللي أنا بأصر بيها عبارة عن 15 نيوتن بأصر بيها على مساحة وليكن 3 متر مربع تعوض إزاي؟ تعوض عن المساحة بثلاثة متر مربع انت بتحسب مين؟ أنا بحسب لإيه؟ آآ الـ F آآ موسئل B هي آآ بيسب الضغط الضغط B الضغط بيساوي إيه؟ الضغط يساوي F على A تفعل إيه؟ أعوض بعد كده تمام؟ يساوي تحت اليساوي 15 على 3 تساوي خمسة خمسة إيه؟ وحدة قياس الضغط إيه؟ عندي للضغط وحدات قياس ما شاء الله بقى ما تعديش ممكن تحسب وحدة قياس الضغط بي الأتموس فيه مثلاً؟ تمام؟ ممكن أحسب وحدة قياس الضغط B البسكال ممكن بالكيلو بسكال عندي وحدات قياس للضغط كتير فأنا هنا مش هسألك على وحدة قياسه وبالنسبة لللي أنت حافظ ومال هسأل على إيه؟ أنا هنا الضغط بيساوي قوة على مساحة وحدة قياس القوة نيوتن صح؟ وحدة قياس المساحة متر مربع فأنا هنا لو جاوبت خمسة نيوتن عن متر مربع يبقى أجابت صحيحة فاهم حاجة؟ أيوة تمام بعد كده بقى هتاخد نيوتن عن متر مربع دي بتكافئ إيه؟ وإنت أقول بتكافئ كام بسكال كام مليمتر زقبك وهكذا يبقى إحنا دلوقتي عرفنا طبيعة الغازات وإزاي بنتعامل مع الغازات وعرفنا إزاي أحسب ضغط الغاز لو أنا موجودة عندي كمية معينة من الغاز موجودة في حجمه معين فبالتاني أنا بحسب لها الضغط اللي هي بتأثر بي على المساحة اللي هي موجودة فيها فبحسب القوة المؤثرة عن المساحة إن البي بتساوي F على A بعد كده بندلي معلومة سريعة كده عن الضغط الجوي إن الضغط الجوي عبارة عن وزن عمود الهوى اللي موجود عندي على سطح الأرض بيأثر منين؟ بداية من بداية الغلاف الجوي لحد ماوصل لسطح مين؟ البحر لحد ماوصل لسطح مين؟ البحر طب ليه إحنا هنا لما جينا نحسب الضغط الجوي قلنا إن إحنا بنقب عن سطح البحر مش عند سطح الأرض يعني محسبتهاش مثلا على كمة إفرس على كمة أي جبل تاني أنا بالنسبة لي على سطح الأرض المساحات المائية بتكون كلها موجودة على مستوى واحد فبالتالي لما أحسب الضغط الجوي هنا هيتساوى مع الضغط الجوي بالنسبة لي على سطح البحر يبقى عند أي نقطة مية موجودة على سطح الأرض موجودة في مستوى ماء يبقى أنا هنا الضغط إيه؟ كلامي مصبوط بداية منين؟ من بداية الغلاف لحد سطح البحر تمام؟ تمام يبقى ده وزن عمود الهوى اللي موجود عندي بعد كده أنا قلت لك إن أنا عندي من وحدات قياس الضغط البسكال صح؟ إيه حكاية البسكال ده؟ البسكال بعتبره وحدة قياس دولية هي إيه بعض وحدات القياس الدولية؟ العلماء وضعونا جدول كده وقالونا إن دي وحدات قياس دولية سبتة ما بتتغياش وما بتختلفش سواء بتدرس من مادة لمادة أخرى يعني أنت مثلا لو جيت درست فيزياء وبتحسب ضغط فأنت بعده هتحسبه الضغط بإيه؟ بالبسكال ومضاعفاته يعني البسكال ده أصلا وحدة صغيرة جداً جداً فأنت ممكن تتعامل بعد كده بالكيلو بسكال تمام؟ طيب طيب البسكال هنا بيكافئ إيه؟ أنا لسه قيلة في القانون إن الـ F بتساوي عظيم الـ B بتساوي الـ F على إيه؟ الـ B بتساوي الـ F على إيه؟ إيه؟ تمام؟ فأنا قلت بتكافئ نيوتن على متر مربع يبقى نيوتن على المتر المربع هنا بيكافئ مين؟ بسكال بيكافئ البسكال برافو عليه؟ طيب واحد بسكال بيساوي واحد نيوتن لكل متر مربع عندي وحدات تانية؟ أيو موجودة عندي وحدات تانية وحدات تانية زي مين؟ موجود برضو عندي وحدة الضغط الجوي اللي هي الأتموس فيه طيب دي ليها علاقة بالبسكال أو بالكيلو بسكال؟ أيوه الملخص هنا في الصفحة دي أو في الجدول ده إن أنا بيجيلي في المسألة الضغط موجود وحدة معينة وبيطلب مني أحوله له لوحدة أخرى فأنا كل الحكاية إن أنا بعرف كل واحدة منهم فيها قد إيه من التانية وبحول مثال أنا ديت لك مثلا إن أنا موجودة عند الضغط بتلاتة بسكال وعاوزا بوحدة النيوتن على المتر المربع تحسبها إزاي؟ بغيتنا بوحدة المتر المربع ستاعة الواحد بسكال بواحد نيوتن صح؟ صح يبقى أنا عندي تلاتة يبقى هاتسية وتلاتة نيوتن على المتر المربع ربا تمام كده؟ أجع بعد كده على الأتموس فيه طيب الواحد أتموس فيه فيه قد إيه من البسكال؟ بس أنا هنا مش هتعامل بالبسكال لإن أنا إليه لك من شوية أن البسكال صغية قوي فأنا ممكن لو هتعامل مع وحدات أخرى بكبر البسكال بحيث أن أنا هتعامل مع الكيلو منه الوحدة الأكبر منه فأنا بتعامل هنا مع كيلو بسكال فبقول إن الواحد أتموس فيه فيه واحد مية واحد وثلتمية خمسة وعشرين من ألف كيلو بسكال بسكال تمام؟ تمام نفس فكرة التحويل في المسألة اللي قبلها لو أنت عندك مثلاً تلاتة أتموس فيه يبقى فيهم كم كيلو بسكال؟ يبقى هضرب تلاتة فيه مية واحد تلتمية خمسة وعشرين من ألف عشان يطلع للناتج بالكيلو بسكال تمام؟ تمام تمام بعد كده الوحدة اللي عندي الملي متر زقبك الملي متر زقبك عندي المفروض إن الواحد أتموس فيه بيساوي مية واحد تلتمية وخمسة وعشرين من ألف كيلو بسكال طب اللي اتنين دون مع بعض يساوي قد إيه ملي متر زقبك؟ سبعمية وستين ملي متر زقبك يبقى الواحد أتموس فيه فيه سبعمية وستين ملي متر زقبك اللي هو كان في الأساس واحد أتموس فيه فيه مية واحد تلتمية خمسة وعشرين من ألف كيلو بسكال تمام؟ آخر وحدة عندك وهي الطر ودي واحد طر بيساوي قد إيه بقى؟ واحد ملي متر زقبك بس هنا لما بيجيلي في مسألة ويطلب مني أحول وحدة قياس للطر فتسهيلا يعني بتبدأ أن انت تحول من الطر للملي متر زقبك ومن خلال الملي متر زقبك يا إما بتوصلها للأتموس فيه يا إما بتوصلها للأتموس فيه يا إما بتوصلها للأتموس فيه أنا عندي الضغط الجواب كام؟ صفر فاصل ثمانمية وثلاثين أتموس فيه تمام؟ أنا بدعم هنا بالأتموس فيه عايزة أحولها من أتموس فيه لملي متر زقبك احنا قلنا الواحد أتموس فيه فيه قد إيه ملي متر زقبك؟ ما حافظ الأرقام لكن هقولها لكن نهض سبعمية؟ سبعمية وستين تمام سبعمية وستين طيب دلوقتي أنا موجود معي تمنمية وثلاثين من ألف عايزة أعرف يا ترى فيها قد إيه ملي متر زقبك؟ أعمل مقص أضرب دفده وبعد كده أسمع الواحد ده تمام؟ تمام اللي بعدها هحولها للكيلو باسكال هيبقى نفس الفكال تمام؟ بتقول إيه؟ أحلها لها قصدي يعني أسوي أضربها في واحد آآ لا لك أقولك على حاجة بص بص أقولك على حاجة لما تيجي تحل التحولات بيبقى مثلا وليكن عندك يعني خلنا نحل دي تاني مثلا إن واحد أتموس فيه فيها سبعمية وستين ملي متر زقبك صح؟ صح جيت أنت بعد كده أنا بسألك أنا عندي كام ملي متر زقبك موجودين في تمنمية وتلاتين أتموس فيه ده المجهول بالنسبة لك صح؟ صح أجيبه ازاي؟ باعتبر إن هنا المجهول ده إكس وبدرب طرفين في بعض كده تمام؟ تمام هنا الإكس في واحد هتسوي إيه؟ سوي واحد إكس إكس في واحد بإكس مجهول ده إكس تمام؟ تمام تبعمية وستين في الرقم ده لاحظة بطلعها لك أو لو معك حسب أشتغلها تمام تطلع ستمية وتلاتين وتمانية من عشر يبقى أنا طلعت كده إكس هنا بكام ستمية سمانين ستمية وتلاتين بقى وتمانية من عشر تمام 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 بص معي بقى لو أنا جيتش مسألة تانية وخليت بدل الواحد أتموسفير دي كانت تلاتة مسأل يعني وليكن أنا بقولك ده فرضا يعني إن التلاتة أتموسفير فيهم سبعمية وستين ده فرضا ده مش كلام ده مش صح تمام؟ وطلبت منك قيمة المجهول إكس تجيبها إزاي بقى النبادي هسوي أضرب نفسها ده تقريبا طريقة آه تمام الأكس في تلاتة تلاتة أكس تدي لي نفس الناتج اللي احنا كنا مطلعينه اللي هو كام؟ ستمية ستمية وتلاتين فاصلة تمانية فاصلة تمانية كده المسألة دي خلصت؟ لا